As soon as ما معنى as soon as في اللغة العربية هيا بنا نرى مثالا أولا انظر إلى هذا المثال I'll call you as soon as I arrive home ما معنى هذا المثال في اللغة العربية معنى سأتصل بك حالما أصل إلى البيت سأتصل بك I'll call you حالما as soon as أصل إلى I arrive البيت home سأتصل بك حالما أصل إلى البيت إذن as soon as معناها حالما حالما معنى as soon as وبعد حالما مضارع أو ماضي يعني after حالما يؤاد present tense or past tense انظر إلى الجملة الأولى The fog disappeared as soon as the sun rose ما معنى هذا في اللغة العربية معنى انقشع الضباب حالما أشرقت الشمس انقشع الضباب حالما أشرقت الشمس انقشع means disappeared الضباب the fog حالما as soon as أشرقت rose الشمس the sun انقشع الضباب حالما أشرقت الشمس الجملة التالية I'll leave as soon as I finish the reports ما معنى هذه الجملة في اللغة العربية معناها سأغادر حالما أنتهي من التقارير سأغادر I'll leave حالما as soon as أنتهي من I finish التقارير the reports سأغادر حالما أنتهي من التقارير الجملة الأخيرة We laughed a lot as soon as he started singing هذه الجملة معناها ضحكنا كثيرا حالما بدأ الغناء ضحكنا We laughed كثيرا I love حالما as soon as he started بدأ الغناء singing ضحكنا كثيرا حالما بدأ الغناء هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو therefore ما معنى therefore في اللغة العربية انظر إلى هذه الجملة من فضلك He was busy therefore he couldn't come معناها كان مشغولا لذلك لم يستطع الحضور كان He was مشغولا بيزي لذلك therefore لم يستطع he couldn't الحضور come كان مشغولا لذلك لم يستطع الحضور إذن لذلك معناها therefore or therefore معناها لذلك انظر إلى أول جملة من فضلك My friend worked hard therefore she got the promotion معناها عملت صديقتي بجد لذلك حصلت على الترقية عملت she worked صديقتي My friend بجد hard لذلك therefore حصلت على she got الترقية the promotion عملت صديقتي بجد لذلك حصلت على الترقية الجملة التالية there weren't enough participants therefore the trip was cancelled معناها لم يكن هناك مشتركون كافون لذلك ألغيت الرحلة لم يكن هناك there weren't مشتركون participants كافون enough لذلك therefore ألغيت was cancelled الرحلة trip لم يكن هناك مشتركون كافون لذلك ألغيت الرحلة الجملة الأخيرة he was very young therefore he couldn't vote معناها كان صغيرا جدا لذلك لم يستطع التصويت كان صغيرا جدا he was very young لذلك therefore لم يستطع he couldn't التصويت vote الرابط التالي هو thanks to ما معنى thanks to في اللغة العربية انظر إلى الجملة من فضلك thanks to that job I became an avid reader معناها صرت قارئا نهما بفضل تلك الوظيفة صرت I became قارئا reader نهما an avid بفضلي thanks to تلك ذات الوظيفة job صرت قارئا نهما بفضلي تلك الوظيفة إذن thanks to في اللغة العربية معناها بفضلي بفضلي انظر إلى الجملة الأولى من فضلك thanks to this treatment her condition has improved معناها تحسنت حالتها بفضلي هذا العلاج تحسنت حالتها بفضلي هذا العلاج تحسنت has improved حالتها her condition بفضلي thanks to هذا العلاج this treatment تحسنت حالتها بفضلي هذا العلاج الجملة التالية thanks to her efforts we could win the competition معناها استطعنا الفوز بالمسابقة بفضلي جهودها استطعنا الفوز بالمسابقة بفضلي جهودها استطعنا we could الفوز win بالمسابقة the competition بفضلي thanks to جهودها her efforts استطعنا الفوز بالمسابقة بفضلي جهودها الجملة الأخيرة thanks to your advice I recovered from addiction معناها تعافيت من الإدمان بفضلي نصيحتك تعافيت من الإدمان بفضلي نصيحتك تعافيت تعافيت معناها سأخبرها عن طريق أحد أصدقائنا سأخبرها I'll tell her عن طريق via أحد one of أصدقائنا my friends سأخبرها عن طريق أحد أصدقائنا إذن via معناها في اللغة العربية عن طريقي انظر إلى الجملة الأولى من فضلك The news reached me via my aunt معناها وصلتني الأخبار عن طريق خالتي وصلتني معناها reached me الأخبار The news عن طريقي via خالتي my aunt وصلتني الأخبار عن طريق خالتي طيب الجملة التالية He communicated with me via post معناها تواصل معي عن طريق البريد تواصل معي عن طريق البريد تواصل معي He communicated with me عن طريقي via البريد post تواصل معي عن طريق البريد الجملة الأخيرة I send the application via fax معناها أرسلت الطلبة عن طريق الفاكس أرسلت الطلبة عن طريق الفاكس أرسلت I send الطلبة The application عن طريقي via الفاكس فاكس أرسلت الطلبة عن طريق الفاكس هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو As much as ما معنى As much as في اللغة العربية معناها بقدري ما بقدري ما انظر إلى الجملة الأولى من فضلك نحن نحبك بقدري ما نحب أخاك نحن نحبك بقدري ما نحب أخاك معناها We love you as much as we love your brother نحن نحبك We love you بقدري ما As much as نحب We love أخاك Your brother الجملة التالية إنه يحترمك بقدري ما يحترم أباه معناها He respects you as much as he respects his father إنه يحترمك He respects you بقدري ما As much as يحترم He respects أباه His father إنه يحترمك بقدري ما يحترم أباه الجملة التالية إنها تلومك بقدري ما تلوم نفسها معناها She blames you as much as she blames herself إنها تلومك She blames you بقدري ما As much as تلوم She blames نفسها Herself إنها تلومك بقدري ما تلوم نفسها الجملة التالية دعمني صديقي بقدري ما دعمته معناها معناها My friend supported me as much as I supported him دعمني صديقي دعمني means supported me صديقي my friend بقدري ما As much as دعمته I supported him الجملة التالية ما عرفه بقدري ما عرفته ما عرفه بقدري ما عرفته عرفته معناها He didn't know him as much as I knew him ما عرفه He didn't know him بقدري ما As much as عرفته I knew him ما عرفه بقدري ما عرفته الجملة الأخيرة هل تحبها بقدر ما تحبني؟ هل تحبها بقدر ما تحبني؟ معناها Do you love her as much as you love me؟ هل تحبها بقدر ما as much as تحبني you love me؟ هل تحبها بقدر ما تحبني؟ الرابط التالي Either or ما معنى Either or في اللغة العربية؟ انظر إلى الجملة من فضلك Either you leave or I call the police معناها إما تغادر وإما أتصل بالشرطة إما Either تغادر you leave وإما أو أتصل I call بالشرطة the police إما تغادر وإما أتصل بالشرطة إذن Either or معناها إما وإما إما وإما انظر إلى الجملة الأولى من فضلك Either you do your homework or you sleep now ما معنى هذه الجملة باللغة العربية؟ ما معنى هذه الجملة باللغة العربية؟ معناها إما تفعل واجبك وإما تنام الآن الجملة التالية Either she takes her medicine or she goes to the hospital ما معنى هذه الجملة؟ معناها ما معنى هذه الجملة إما تأخذ دواءها إما تأخذ دواءها وإما تذهب إلى المستشفى إما Either تأخذ دواءها she takes her medicine وإما Or تذهب إلى she goes to المستشفى the hospital إما تأخذ دواءها وإما تذهب إلى المستشفى الجملة الأخيرة Either he stays here or he rents an apartment معناها إما يمكث هنا وإما يستأجر شقة إما Either يمكث هنا he stays here وإما or يستأجر he rents شقة an apartment إما يمكث هنا وإما يستأجر شقة طيب هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو whatever ما معنى whatever في اللغة العربية whatever معناها مهما كان or مهما مهما كان is fully by ism but مهما is fully by a verb so مهما كان after it you add ism you add a noun but مهما after it you add you add a verb it depends on the sentence هذا يعتمد على الجملة يعني انظر إلى الجملة الأولى من فضلك سنسافر الليلة مهما كانت تقصم سنسافر الليلة مهما كانت تقصم معناها will travel tonight whatever the weather سنسافر will travel الليلة tonight مهما كان whatever التقص the weather سنسافر الليلة مهما كانت تقصم and as you see here مهما كانت is fully by ism by a noun التقص is ism because it means the weather الجملة التالية تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث حدث معناها whatever happens you know that I'll stand by you تعلم أنني you know that سأقف I'll stand بجانبك by you مهما whatever حدث happens تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث so مهما here is followed by a verb because حدث it's a verb it's impossible حدث happened يعني أوكي الجملة التالية لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل معناها whatever he did he couldn't win her trust again لم يستطع he couldn't كسب win ثقتها he trust مجددا again مهما whatever فعل he did لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل الجملة الأخيرة أنا فخور جدا بك مهما كانت النتيجة هيا بنا نرى الرابط الأخير الرابط التالي والأخير هو إن كيس ما معنى إن كيس في اللغة العربية إن كيس معناها في حالي وممكن بعدها اسم and it can be followed by a noun أو فعل ماضي or it can be followed by past tense it depends it depends on the sentence هذا يعتمد على الجملة انظر إلى الجملة الأولى من فضلك اتصل بهذا الرقم في حال الطوارئ معناها call this number in case of an emergency اتصل بهذا الرقم في حال الطوارئ الجملة التالية سأخذ المظلة في حال أمطرت سأخذ المظلة في حال أمطرت معناها I'll take the umbrella in case it rains سأخذ المظلة I'll take the umbrella في حالي in case أمطرت it rains سأخذ المظلة في حال أمطرت الجملة التالية جهست العشاء في حال رجعنا متأخرا جهست العشاء في حال رجعنا متأخرا معناها I'll prepare the dinner in case we returned late جهست العشاء I'll prepare the dinner في حالي in case رجعنا we returned متأخرا late جهست العشاء في حال رجعنا متأخرا الجملة التالية غادر المكان فورا في حال الخطر غادر المكان فورا في حال الخطر معناها leave the place immediately in case of danger غادر المكان فورا في حال الخطر غادر المكان فورا في حال الخطر however how to say however in Arabic language please look at this sentence he wasn't invited to the wedding however he came it means لم يكن مدعوا إلى الزفاف ومع ذلك حضر لم يكن he wasn't مدعوا إلى in Arabic ومع ذلك however حضر he came ومع ذلك it connected between two sentences لم يكن مدعوا إلى حضر ومع ذلك it connects between two sentences جملة as you see and after it another جملة لنرى كيف نقول الثلاثة الممتعة لم تكن تلك الوظيفة ممتعة ومع ذلك كان الراتب جيدا لم تكن تلك الوظيفة ممتعة ومع ذلك كان الراتب جيدا ومع ذلك كان الراتب جيدا لم تكن كان الراتب ثم قررتك لذا فقط لا تؤمنه قال أنه لم ير شيئا ومع ذلك لا أصدقه قال أنه لم ير شيئا ومع ذلك لا أصدقه لذا ومع ذلك it connected between two sentences قال أنه لا أصدقه okay the last sentence جون has lots of money however he's not all that happy it means لدى جون مال كثير ومع ذلك ليس سعيدا جدا لدى جون مال كثير ومع ذلك however ليس سعيدا جدا لدى جون مال كثير ومع ذلك ليس سعيدا جدا so ومع ذلك it connected between two sentences لدى جون and ليس سعيدا جدا let's see the next conjunction next conjunction is otherwise how to say otherwise in Arabic language please look at this sentence let's go now otherwise we will be late it means لنذهب الآن وإلا سنتأخر لنذهب let's go الآن now وإلا otherwise سنتأخر will be late so وإلا it connected between two sentences لنذهب and سنتأخر وإلا it means otherwise so وإلا it comes between two sentences جملة and after it another جملة let's see how we say the following sentences in Arabic language please look at the first one run fast otherwise you will miss the train it means أرقد بسرعة وإلا سيفوتك القطار أرقد it means run بسرعة fast وإلا otherwise سيفوتك you will miss القطار the train أرقد بسرعة وإلا سيفوتك القطار and it connected between two sentences hold on tight otherwise you will fall off it means تمسك بقوة وإلا سوف تسقط تمسك hold on بقوة tight وإلا otherwise سوف تسقط you will fall off so also وإلا here connected between two sentences the last one hurry up otherwise you will be late for lunch it means أسرع وإلا ستتأخر على الغداء أسرع means hurry up وإلا otherwise ستتأخر على الغداء you will be late for the lunch or for lunch also here وإلا it connected between two sentences أسرع and ستتأخر next conjunction is despite how to say despite in Arabic language please look at the sentence here despite the danger he appeared relaxed it means بدا هادئا على الرغم من الخطر بدا he appeared هادئا relaxed على الرغم من despite الخطر the danger so على الرغم من it means despite and it connected between two sentences as you see so على الرغم من it's being followed by ism by a noun let's see how we say the following sentences in Arabic the first one despite the bad weather she insisted to leave it means أصرت على الانصراف على الرغم من سوء الطقس أصرت على she insisted to الانصراف to leave على الرغم من despite سوء الطقس the bad weather سوء means the bad and الطقس the weather أصرت على الانصراف على الرغم من سوء الطقس and as you see على الرغم من it connected between two sentences despite his financial situation he quit his job it means استقال من وظيفته على الرغم من وضعه المالي استقال من it means he quit وظيفته his job على الرغم من despite وضعه المالي his financial situation okay situation وضعه and المالي financial so also على الرغم من connected between two sentences as you see and after it it's always a noun على الرغم من وضعه المالي the last sentence despite the hard studying he didn't pass the exam لم يجتز الامتحان على الرغم من المذاكرة الشاقة لم يجتز it means he didn't pass الامتحان the exam على الرغم من despite المذاكرة studying الشاقة hard لم يجتز لامتحان على الرغم من المذاكرة الشاقة so على الرغم من it's a conjunction and it connects between two sentences as you see let's see the next conjunction next conjunction is according to how to say according to in arabic language please look at the sentence here everything went according to the plan it means كل شيء سارة حسب الخطة كل شيء means everything سارة went حسبة according to الخطة the plan so according to in arabic language it means حسبة and it connects also between two sentences okay and it's being followed by اسم by a noun let's see how we say the following sentences in arabic language please look at the first one according to the weather report it's going to rain hard well it means سوف تمطر بشدة حسب النشرة الجوية سوف تمطر it's going to rain بشدة hard حسب according to النشرة الجوية the weather report سوف تمطر بشدة حسب النشرة الجوية it connects between two sentences here okay next sentence according to the rules we have to know everything يجب أن نعرف كل شيء حسب القوانين يجب أن we have to نعرف نعرف كل شيء everything حسب according to القوانين the rules okay the last sentence according to the instructions i will need to buy some glue سأحتاج إلى شراء بعض الصمغ حسب التعليمات سأحتاج إلى شراء بعض الصمغ حسب التعليمات سأحتاج إلى شراء بعض الصمغ حسب التعليمات so حسب it means according to and it connects also between the sentences let's see next conjunction next conjunction is in order to how to say in order to in Arabic language please look at the sentence it means he got up early in order to catch the plane it means استيقظ مبكرا لكي يلحق الطائرة استيقظ he got up or he woke up مبكرا early لكي in order to يلحق catch الطائرة the plane so in order to in Arabic language it means لكي and it connects also between two sentences and it's being followed by مضارع a present tense let's see how we say the following sentences in Arabic language please look at the first one we will save some money in order to buy a house it means سندخر بعض النقود لكي نشتري بيتا سندخر we will save بعض صم النقود لكي لكي in order to نشتري buy بيتا a house سندخر بعض النقود لكي نشتري بيتا لكي لكي it's in order to and it connects between two sentences as you see okay next sentence i work hard in order to get promoted it means it means أعمل بجد لكي أحصل على ترقية أعمل i work بجد hard لكي in order to أحصل على get ترقية promoted أعمل بجد لكي أحصل على ترقية so لكي it means in order to and it connects between the sentences the last sentence he sold his car in order to pay his debts what does it mean it means باع سيارته لكي يسدد ديونة باع he sold سيارته his car in order to لكي يسدد ديونة to pay his debts باع سيارته لكي يسدد ديونة let's see the next conjunction next conjunction is regardless of how to say regardless of in Arabic language please look at this sentence i'll do that regardless of the consequences it means سأفعل هذا بغض النظر عن العواقب سأفعل هذا i'll do that بغض النظر عن regardless of العواقب the consequences so regardless of in Arabic language it means بغض النظر عن and it's being followed by a noun and also it connects between two sentences let's see how we say the following sentences in Arabic language please look at the first one she buys what she wants regardless of the cost it means تشتري ما تريد بغض النظر عن التكلفة تشتري she buys ما what تريد she wants بغض النظر عن regardless of التكلفة the cost so بغض النظر عن it connects between two sentences تشتري ما تريد بغض النظر عن التكلفة next sentence he insisted to go out regardless of the weather it means أصر على الخروج بغض النظر عن التكلفة أصر على he insisted to الخروج go out بغض النظر عن regardless of التكلفة the weather أصر على الخروج بغض النظر عن التكلفة the last sentence it means you ought to work hard regardless of your income it means يجب أن تعمل بجد بغض النظر عن دخلك يجب أن you ought to تعمل work بجد hard بغض النظر عن regardless of دخلك your income so regardless of it means بغض النظر عن and it connects between the sentences as you see and next conjunction is during how to say during in Arabic language please look at this sentence I fell asleep during the meeting it means غفوت أثناء الاجتماع غفوت I fell asleep أثناء during الاجتماع the meeting so during in Arabic language it means أثناء and it comes in the middle of the sentence and connect between the sentences okay let's see how to say the following sentences in Arabic language he asked some questions during the interview it means سأل بعض الأسئلة أثناء المقابلة سأل he asked بعض some الأسئلة questions أثناء during المقابلة the interview سأل بعض الأسئلة أثناء المقابلة okay next sentence she was silent during the party it means كانت صامتة أثناء الحفل كانت she was صامتة silent أثناء during الحفل the party كانت صامتة أثناء الحفل and as you see أثناء or during it connects between the sentences the last sentence did you talk with him during the break it means هل تحدثت معه أثناء الاستراحة هل تحدثت معه did you talk with him أثناء during الاستراحة the break so أثناء also it's a conjunction and it connects between the sentences but I don't know what one and that's is it's like yeah oh the you I شكرا